اشتركوا في القناة اختاروا من مجلس الوزراء بسحب عشر مشروعات بقوانين مقدمة للحكومة البرلمان على رأسها مشروع قانون التعليم الهدف منه تعديل السنوية العامة من عام إلى ثلاث أعوام والذي سبقوا أن رفضه مجلس الشيوخ في جلساته العامة والاختار تضمن ثلاث مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون مرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1773 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لألفين واثنين بشأن تنمية التصدير ومشروع قانون إصدار قانون تنظيم محميات الطبيعية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة ومشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغازية لها ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار الرئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 68 في شأن رسوم الإساعة والإجهزة اللاسركية وتضم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادرة بالقانون رقم 139 لسنة 81 ومشروع قانون بتعديل قانون صدر أسماك وتنظيم مزارة السماكية وقانون أملاك الدولة الخاصة كل ده في الوقت لطالب رئيس مجلس النواب المستشار حنف جبالي من النواب يلتزموا بالمدة المحددة لكل متحدث بجلسة اليوم اللي فيها 60 طلب إحاطة لوزير الإسكان سوف يغلق مقبر الصدرقائيا بعد دقتين يعني الراجل قال لك هو وفق المجلس على قانون الوقف الخيري وفي جلسة الأحد وافق المجلس على تقرير حد أدنى العلاوة الدورية ده خلاصة الكلام بس الخلاصة بقى كلها اللي احنا مستفدين منها وديه الأهم في النسبة عندنا في التعليم اللي هو تم إلغاء وتم منع وتم إعدام مشروع قانون التعليم اللي هو السنوية التراكمية مبروك لكل أولادنا اللي لسه يخشوا سنوي خلاص ما فيش سنوية تراكمية بقت سنوية زي ما هي ما فيش فيها أي تعديل امتظرونا في كل جديد وأكيد إن شاء الله يكون معنا أخبار كتير خاصة بالتعليم من الابتدائي والإعدادي والسنوي والجامعات قولوا دايما يرم مبروك وبشرة صارة في أمان الله اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك